السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة اليوم بعنوان أخلاقيات الصحافة الاستقصائية تأتي هذه المحاضرة ضمن مصاق الصحافة الاستقصائية لذا طلبت الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في جامعة الإسراء تكمن أهمية أخلاقيات المهنة الإعلامية في التالي المواثيق الأخلاقية توفر إحساسا بالذاتية المهنية وتشير إلى نضج المهنة يعني أنه من خلال المواثيق الإخلاقية أنا بيتوفر لدي إحساس بطبيعة مهنتي ونضج المهنة اللي أنا بأمتهنها وطبعا أنا مهنتي إعلامي والإعلامي لازم أنه يكون في أمامه مواثيق أخلاقية ممنوع أنه يتجنبها ممنوع أنه يتجاوزها لازم المواثيق الأخلاقية تكون جزء من ذاته جزء من مهنته أساس عمله لأنه أنا إذا امتهنت هذه المهنة وهي مهنة الإعلام وما أنا طلعت على الأخلاقيات المهنة أنا بأكون إنسان معدوم الضمير وبما أنه الصحافة تعتبر السلطة الرابعة إذن هذه المهنة تؤثر في المجتمع وإذا ما كان في عندي مواثيق أخلاقية أتباحها فأنا بهيك راح أضر المجتمع ضرر شديد إذن أخلاقيات المهنة ابتكم في أنه عندي أنا مواثيق أخلاقية وهذه المواثيق بطبعها ستوفر إحساس بالزاتية المهنية وستشير إلى نضج المهنة أيضا تتيح للإعلاميين معرفة حدود الممارسة المهنية وأنا إيش المطلوب مني لا أقوم فيه في مهنتي أنا أعرف إيش حدودي كويس وإيش حدود مهنتي فأخلاقيات المهنة فستتيح للإعلاميين معرفة حدودهم وحدود عملهم أذى أيضا النقطة الثالثة ويتتعلق بأن الميثاق الأخلاقي يساهم في تشكيل صورة واضحة عن ممارسي المهنة ويحدد ما يتوقعه منهم المجتمع إذن الميثاق الأخلاقي بطبيعته سيساهم في تشكيل الصورة الواضحة لكل من يمارس المهنة وسيحدد ما يمكن أن يتوقعه منهم المجتمع أيضا النقطة الرابعة الميثاق الأخلاقي يساعد على تحسين مستوى الأداء المهني إذن الميثاق الأخلاقي يساعد أيضا في أن أداءك المهني يكون متحسن ويكون رائع ويعزز أيضا الإحساس الداخلي بالانتماء لمهنتك ويحرص على كرامتها وصورتها لدى المجتمع فالمجتمع ينظر إلى مهنتك أو مهنة الصحافي بأنه جزء منه وأنه يعمل على خدمة المجتمع ويوجد فيه أخلاقيات تعامل ما بينه وما بين المجتمع لأنه يوجد هناك ميثاق أخلاقي لا يتجاوزه اللي هو الصحفي يعني أحيانا ممكن أنه الصحافي يكتب لو تلاحظه اللي هو أول حرف من اسم المجرم وآخر حرف من اسم عيلته حتى ما يكتب اسمه رباعي حتى ما يخدش عيلته وما يخدش أطفاله وما يخدش أولاده وما يخدش أسرته فبالتالي هذا يبقى اللي هو الحل في القضاء ولا يتقوم بالتشهير في بعض الشخصيات حتى لو كانت هذه الشخصيات أجرمت في حق نفسها وفي حق المجتمع هذا مثال بسيط على اللي هو علاقة اللي هو الصحافة بالمجتمع أيضا تعد بمثابة توجيهات يعني دستور داخلي لقرارات الصحفي في المواقف التي يواجهها أثناء العمل عندي خمس شغلات أنا لازم أعرف أهميتها فيما يتعلق بأخلاقيات الصحافة الاستخصائية أول شغلة أن المواثيق الأخلاقية بتوفر عندي إحساسا بالذاتية المهنية وتشير لنطج المهنة تاني شغلة إنها بتتيح للإعلاميين معرفة حدود الممارسة المهنية وما يجب القيام به النقطة التالتة أن الميثاق الأخلاقي يساهم في تشكيل صورة واضحة عن ممارسي المهنة ويحدد أيضا ما يتوقعه منهم المجتمع النقطة الرابعة أن الميثاق الأخلاقي يساعد على تحسين مستوى الأداء المهني ويعزز الإحساس الداخلي بالانتماء للمهنة ويحرص على كرامتها وصورتها لدى المجتمع تعد بمثابة توجيهات داخلية لقرارات الصحفي في المواقف التي يواجهها أثناء العمل إذن تعد بمثابة توجيهات داخلية لقرارات الصحفي في المواقف التي يواجهها أثناء العمل ثانيا مفاهيم عامة نأخذ بعض المفاهيم العامة التي تتعلق بأخلاقيات المهنة من هذه المفاهيم أن كلمة أخلاقيات المهنة بداية من مسماها الواضح والتي تعني اجتمالها طبعا على الأخلاق وعلى الصفات الحسنة والمهذبة في العمل بهذه المهنة إذا ابتدأنا بشكل موجز نعرف الأخلاق كتعريف هي علم موضوعه أحكام مبنية تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح والأخلاق قواعد الأخلاق طبعا قواعد السلوك المقررة في المجتمع وعكسه طبعا اللا أخلاقي والخلق وحال النفس راسخة تصدر عن الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر أو روية وجمعها طبعا أخلاق يعني اللي هي اصطلاحا بيعرف لي اللي هي كلمة الأخلاق كنا عارفينها لكن التعريف العام لأخلاقيات المهنة وهذا المهم أنه الدكتور محمد المصري عرف أخلاقيات المهنة بأنها مجموعة القواعد والأسس التي يجب على المهنة التمسك بها والعمل بمقتضاها ليكون ناجحا في تعامله مع الناس ناجحا في مهنته مدام قادرا على اكتساب ثقة زبناءه وزملاءه ورؤساءه طيب تعريف أخلاقيات المهنة وين في العمل الإعلامي تعرف أخلاقيات المهنة في العمل الإعلامي بأنها مصطلح بيشير إلى القواعد الواضحة للسلوك المهني يعني هي مصطلح يعبر عن مجموعة من القواعد الواضحة مجموعة من القوانين الواضحة لسلوكك المهني يعني لعملك لسلوكك يعني إيش أنت بتعمل؟ إيش بتمتهن؟ إيش بتمارس؟ سلوكك المهني في مؤسسات وسائل الاتصال وكذلك الاتجاهات الفعالة والدعاوي المتصلة بكل ما هو ملائم في أسلوب العمل والإنجاز وهي مجموعة قيم ومبادئ خلقية وسلوكية يلتزم بها الصحفي أثناء ممارسة عمله وكذلك تلتزم بها المؤسسة الإعلامية هذا بالنسبة إلى التعريف الأول لأخلاقيات المهنة في العمل الإعلامي يقولنا مصطلح بيشير لكل القواعد الواضحة لسلوك المهني في مؤسسات وسائل الاتصال مختلف أنواعها وأيضا الاتجاهات الفعالة والدعاوي المتصلة بكل ما هو ملائم في أسلوب العمل والإنجاز في العمل الصحفي إذن هي مجموعة قيم ومبادئ خلقية وسلوكية لازم يلتزم بها الصحفي وإن يلتزم فيها أثناء ممارسة عمله وكذلك تلتزم بها المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها ذلك الصحفي فكما يعرفها الدكتور سليمان صالح بأنها هي منظومة من المبادئ والمعايير التي تستهدف ترشيد سلوك الإعلاميين من خلال قيامهم بتقطية الأحداث وتوجيههم لاتخاذ القرارات التي تتناسب مع الوظيفة للمؤسسات الإعلامية ودورها في المجتمع وضمان الوفاء بحقوق الجمهور في المعرفة وأيضا إدارة المناقشة الحرة وذلك مع التقليل إلى أقصى حد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالجمهور أن تلحق بالجمهور أو الأفراد أو المصادر وتضمن لهم حماية كرامة المهنة ونزاهة الصحفيين يعني أنا بدي يعني كما برضو الدكتور سليمان أكد صالح أكد أن هي منظومة مبادئ ومعايير يعني قوانين قوانين معينة فيها مبادئ معايير لازم أنت بتستهدف هذه لنا ترشيد سلوك الإعلاميين يعني أيضا هذه المبادئ وين بتصب؟ بتصب في ترشيد سلوك الإعلاميين سلوكهم وين؟ لما بيشتغلوا يعني في تغطية تعملهم أحداثهم الجارية توجيههم ولما يأخذوا قرارات في العمل هذه طبعا القرارات تتناسب مع وظيفة المؤسسات الإعلامية ودورها اللي هو للمجتمع اللي يدورها إعلام المجتمع توفير اللي هي المعلومات للمجتمع وتغطية الأحداث بكل مختلفها أو مناقشة أو حوار أو البرام في كل وسائل الإعلام طبعا لازم أنا يكون عندي ضمان أنه الوفاء بحقوق الجمهور أنه يعرف وحقوق الجمهور بأنه إن ناقش مثلا مناقشة حرة لكن نقلل أقصى حد من الأضرار اللي ممكن أنها تدر الجمهور أو تدر الأفراد أو تدر المصادر وضمان حماية كرامة المهنة ونزهة الصحفيين أيضا تعريف آخر إلى الأخلاقيات المهنة بالنسبة إلى العمل الإعلامي وهي بأنها مجموعة من القيمة التي تتعلق بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والواجبات المترابطتين للصحفي وهي أيضا مجموعة من القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة إذن هي مجموعة من القيم التي تتعلق بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والواجبات المترابطتين للصحفي وهي مجموعة من القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة إذن هي مختلف المبادئ اللي يجب على الصحفي أثناء عمله أدائها وهي تلك المعايير اللي بتقود الصحفي نفسه حتى يقوم بعمل جديد يجد استحساناً عند الجمهور طيب ما بين مفهوم الأخلاق والأخلاقيات نقصد نحن بالأخلاق مع أنها التصرف الأخلاقي العام لأي إنسان بينما تدل الأخلاقيات على مجموعة الواجبات والالتزامات الخاصة التي تنشأ عن ممارسة مهنما بمعنى أن الأخلاقيات هي النطاق الخاص بالمهنة الصحفية أو الإعلامية بينما الأخلاق فهي النطاق الشخصي للأخلاق وله جانبان نفسي وداخلي ظاهري إنعكاس للباطن ويكون الأخير إنعكاس للباطن على هيئة سلوكيات واتجاهات وهزان جانبان تعتبران وجهان لعملة واحدة يعني الأخلاقيات والأخلاق إنهم جانبان بتعلقان بالسلوكيات وهزان الجانبان طبعاً وجهان لعملة واحدة لأنه إحنا الأخلاقيات مجموعة الواجبات والالتزامات الخاصة التي تنشأ عن ممارسة مهنما يعني الأخلاقيات النطاق الخاص بالمهنة الصحفية أو الإعلامية لكن الأخلاق بصفة عامة هي النطاق الشخصي الأخلاق بمفهومة له جانبان نفسي وداخلي وظاهري ونعكاس للباطن لكن في الآخر أن هذه السلوكيات وهذه الاتجاهات في جانبان طبعا بعبرنا عن معنى واحد هو أنه يكون هناك سلوك وانضباط نفسي داخلي وظاهري يعود بالنفع على الجميع نبدأ طبعا عن نشأة أخلاقيات المهنة الصحفية بدأ الحديث عن هذه الأخلاقيات وضرورة وجودها في العمل الصحفي مع وجود اللي هو كثير من القضايا اللي شكلت أنه هذه المهنة الصحفية اللي بيسوق استخدامها أو بيستخدمها في شيء لخدمة مثلا أجندات سياسية تتعارض مع مصالح المجتمع أو مصالح اللي هو اللي تتعلق بالذات بالسمعة اللي سمعت الأفراد أو التشهير أو ما شابه أنه صار في عني توجه أنه لازم يكون فيه أخلاق للمهنة وفي مسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع والصحافة خطر شديد ممكن أنه إذا تم استخدامها بعيدا عن الأخلاق يمكن أن تضر فيها المجتمع ولا يكون لها دور فعال في المجتمع سواء أنه يكون منعدم الضمير في أنه يخدم أجدات سياسية أو ما شابه فبدأ الحديث عن أخلاقيات المهنة مع تطور الصحافة وتعاظم شأنها لا سيما بعد أن بدأ الناشرون يتحدثون عن حق الجمهور في المعرفة والمعلومات ومسؤولية الصحافة ودورها في المجتمع حيث شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر انتشار كتل احتكارية تتولى إصدار الصحف لتخدم أهدافهم الحزبية وأدى هذا التحول طبعا لظهور مخاوف وقلق من استغلال المؤسسات الحزبية لأغراض السياسية وأنهم يحققوا مصالح شخصية وهانا أصبح الأمر بهدد مسؤولية الصحافة ودورها اتجاه المجتمع خصوصا لما يتعلق الأمر بالتغاضي عن الممارسات الخاطئة للحكومات كمان ازدهار الصحافة الشعبية في الدول الأوروبية زي بريطانيا وفرنسا أدى إلى التفكير في وضع قوانين تنظم العمل في الصحافة في نشر الفضائح والجرائم انتوا عارفين كيف الصحافة الشعبية يعني عشان تنجح جرائم فضيحة مش عارف إيش إلا حق مسؤول يعني بتكون كلها أكاذيب أغلبها وإعلانات تجارية وسلع وهمية وضارة للمستهلكين وأيضا دخول الإعلان أيضا التحريري غير المباشر إلى مادة التحرير بأنماطها المختلفة هو اللي دعانا إلى تنشيط الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية وهذا طالب فيه جوزيف مولترز الناشرين في عام 1904 بضرورة تقديم واجبهم المهني نحو الجمهور على واجبهم نحو إدارة الحسابات حتى لا تصبح الصحافة مجرد مشروع تجاري حتى لا تصبح الصحافة مجرد مشروع تجاري أيضا حذر بوليترز بوليتزر من أن غياب المثل الإخلاقية المثل الإخلاقية في عام 1923 حين قرت الجمعية الأمريكية لمحررية الصحف القواعد الصحفية الجديدة وناشدت أنه يعملوا بشعور من المسؤولية نحو المصلحة العامة والصدق والإخلاص والعدل والإنصاف ويكونوا منصفين في عملهم ودائما يكونوا صادقين وما يراعوا العدالة في عملهم فإحنا خلينا الآن يعني هذه كلها طبعا عوامل ونبذة يعني مختصرة عن أخلاقيات المهنة وسبب وجودها وتواجدها حكينا بصفة عامة بأن أخلاقيات المهنة وجدت لأن السياسيين بدأوا بدهم يستغلوا الصحفة لخدمتهم لخدمة أجنداتهم السياسية والحزبية وأن الجمهور له حق في المعرفة وحق المعلومات وحق أنه يدولها وحق أنه يدفع المعحة ويعطي رأيه فيها وحق للصحفي أنه يتداول هذه الأخبار ويعطي رأيه وكتب تقارير وتحقيقات لكن من حق الجمهور أنك أنت تلتزم بأخلاقيات المهنة وما تبيعه اللي هو معلومات خاطئة أو معلومات ما يصدقها وتكون مش موضوعية وما فيها اللي هو الأسليب الأخلاقية أو أخلاقيات المهنة في العمل الإعلامي أدى هذا كله لظهور هذا المصطلح أيضا اللي هي بنخش للمرحلة الثانية أنه نحن لازم نتطرق لموضوع الصحافة الشعبية الصحافة الشعبية اللي وين بتكون اللي موجودة في الدول الأوروبية طبعا زي بريطانيا وفرنسا طبعا إيش بتنشر الصحافة الشعبية بنسمها شعبية بتحط لك فضائح بتحط لك اللي هو السلوك الصحفيين لما يحطوا أعلانات تجارية بأكذيب وسلع وهمية ضارة بالمستالكين وأيضا لما دخل موضوع الإعلان التحرير الغير مباشر لمدد التحرير بأمماطها المختلفة هذا الكل دع على تنشيط المسؤولية الاجتماعية هذه النقطتين مهمة في نبزة عن الصحافة ونخش مباشرة على موضوع اللي هو طبعا ظهر عندنا اللي هو بولتريز اللي هو ننوه في عام 1923 غياب المثل الأخلاقية وأيضا عندي أيضا غير بولتريز اللي هو مجموعة أخرى من الصحفيين في ذلك الوقت أيضا اللي هو نوه لخطورة عدم وجود اللي هو مثل صحفية تتعلق بالصدق نخش مباشرة عن القيم والمبادئ ونتعرف على ما هي مجموعة على مجموعة القيم والمبادئ الأخلاقية الصحفية من هذه القيم والمبادئ الأخلاقية الصحفية أول شيء الصدق فقول الحقيقة هو أصل الموضوعية والأمانة وهذه المسألة دائما تتعلق بضمير الصحفي والأخلاق والمثل التي يتبناها ويلتزن بها والصدق طبعا هو الذي يكسب الصحيفة أو أي وسيلة أخرى المصداقية يكسبها المصداقية في نظر القراء والجمهور بشكل عام بشكل عام الموضوع التاني هي الموضوعية من القيم أيضا الموضوعية والموضوعية اسم جامع بيعبر عن كثير الكثير من أخلاقيات العمل الصحفي منها ضمير المهنة والمصداقية واللي بيغيب طبعا مصداقيتها اللي بيغيابها بيؤدي إلى انحضار المهنة وضمير المهنة اللي بيكسبها الاحترام والمصداقية ولما تغيب الموضوعية بيؤدي إلى انحضار المهنة لأنه بيصير عندي كذب بسير عندي تضليل الحقائق بتم قلبها بتم تحويرها بتم تحريضها هذا كله بيجعل الأمور تبدو خلافا لما هي عليه كما أنها طبعا تتضمن الالتزام بالوعود الأخلاقية التي يقطعها الصحفي على نفسه أمام المتحدث هذه الوعود طبعا تخلي الصحفي أنه يحترم هذه الوعود ولا يقطعها على نفسه من الأساس ويؤدي عدم الالتزام بهذه الوعود لا يساء تلعلاق ما بين الصحفة والمصادر المهمة التي تعزف عن الحديث إلى الصحفيين خشية نشرهم ما طلبوا منهم عدم نشره النقطة الثانية وهي التي تتعلق بالإنصاف والعدل وموضوع الإنصاف والعدل هذا أنه على الصحفي أنه يعرض الأخبار بإنصاف حيادية هذا يعني لازم أن يعرضوا بإنصاف حيادية ما أنه حاز لطرف دون عن طرف يعني يضيف دائما قيمة أساسية على ما هو مهم وذو علاقة وأنه يجب عليه أيضا التعامل مع موضوعه بكل احترام وصدق ويسعى دائما لفهم تنوع المجتمع وينقل الجمهور دون حيازة ونمطية ويكون الإنصاف والعدل هو خياره الوحيد من خلال اهتمامه بكافة الشرائح في المجتمع ولا يهمل أي شريحة دون الأخرى موضوع الاستقلالي بأنه يقوم الصحفي بجامع نقل المعلومات دون خوف أو تفضيل أو أن يقاوم بشدة تأثير لأي قوة خارجية مثل المعلنين ومصادر المعلومات والأفراد والنفوز والجماعات ذات المصالح الخاصة وعدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو أي مساعدات أخرى يراد بها شراء ذمة وميول الصحفي أيضا موضوع المسئولية الاجتماعية أن الصحفيين يجب عليهم أن يدركوا أنهم معرضون للمحاسبة على أعمالهم أمام الجمهور والمهنة وأنفسهم فعلى الصحفي أن يعتبر نفسه واحدا من أفراد المجتمع وأن يقيم الأحداث وفقا لخير المجتمع أيضا الصحافة الاستقصائية وأخلاقيات المهنة قبل الغوص في مهنة المتاعب على الصحفي بشكل عام والاستقصاء بشكل خاص أن يتمتع بثقافة قانونية ويدرك جيدا مبادئ موثيق الشرف الإعلامي كقاعدة عامة إذ لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن ارتكب أي جرم طبعا تبقى الثقافة القانونية مهمة لأي صحفي لأنها تعرفه بحقوقه فيستطيع ممارستها إلى الحد الأقصى دون خوف كما تساعد على توجيه أسئلة دقيقة وتضمن عدم تجاوز حقه والتعدي على حقوق الآخرين بما أن الصحافة الاستقصائية هي الصحافة القائمة على توثيق المعلومات والحقائق باتباع أسلوب منهجي وموضوعي بهدف كشف المسطور وإحداث تغيير للمنفع العامة لابد من مراعاة مجموعة من العوامل الأخلاقية والقانونية عند إعداد الاستقصاء الصحفي من ضمنها البحث عن المعلومات فيجب على الصحفي الامتناع عن الحصول بطريق غير شرعي على المعلومات فصرقة المعلومات من مصادرها هو أمر يعاقب عليه القانون خاصة إذا كانت مصنفة سرية ويجب التفريق بين نشر أصل الوثائق التي صنفت على أساس إنها سرية وبين نشر مضمون هذه الوثائق أيضا من العوامل الأخلاقية والقانونية التي يجب أن يراعيها عند عملية الاستقصاء الصحفي أنه على الصحفي أن يبتعد عن انتحال الشخصية ويمتنع عن تصوير أي شخص دون الحصول على إذنه لازم يأخذ إذنه في التصوير وأيضا يجب أن يأخذ إذنه أيضا بالنشر وهذا مع عدم الأخلال بحق الصحفي بتصوير الشخصيات العامة والأحداث العامة دون إظهار تلك الشخصيات بمظهر يحط من احترامها وسمعتها وكرامتها على الصحفي أيضا عدم قبول أي رشاوي مهما كان مصدرها أو نوعها وعلى الصحفي أن يحدد المصادر بكل وضوح لأن كل معلومات غير معرفة يجب أن تدعم على الأقل يتم دعمها بمصدر أو مصدرين ويجب على الصحفي أن يسعى لتوثيق هذه المعلومات لأن القانون بيلزم الصحفي بتقديم الأدلة القانونية للدل على صحة معلوماته في المادة الصحفية الاستقصائية بدون هذا الإثبات الصحفي هيعرض نفسه للمسؤولية القانونية أيضا التزام النزاهة والموضوعية والتوازن في عرض المادة الصحفية الاستقصائية التذكر أن القضاء يقيم علاقة تبادلية بين صحة هذه المعلومات ودقتها وبين النزاهة والتوازن والموضوعية لأن كلما كانت الحقائق الواردة في المادة الصحفية صحيحة فكلما كانت تلك المادة موضوعية ونزيهة ومتوازنة لابد أيضا من طرح كافة الأراء والردود بشكل محايد ومتوازن يجب عدم نشر المعلومات غير الموثقة بموجب بينات قانونية ويجب عدم نشر الأقوال والأراء التي أخذت بطريقة الحيلة والخداع وتجنب الذم والقدح والتشهير ويجب احترام حقه اللي هو النقد ومن ضمن اللي هو أخذ القرارات الأخلاقية فإن التروي والتفكير أمر لا غنى عنه لمساعدة الصحفي على أنه يتخذ قرارات بتنطوي على معضلات أخلاقية وليس على أمور أخلاقية سهلة يمكن تصنيفها بيسر في خانة الصواب أو الخطأ قطرح أسئلة تقييمية للقضية قبل اتخاذ القرار مثلا عن ما الذي توصي به القوانين والمعتقدات الدينية أو مدونات الأخلاق العامة التي تحكم سلوكنا على عمل في هذه القضية هل هناك حل وسط يصلح لكل من هو معني بهذه القضية ما القرار الذي سيحقق أكبر فائدة لأكبر فئة من الناس معنية بهذا الأمر كيف سأشعر لو أنني كنت شخصيا موضوع الخبر الصحفي هل يحتاج الأمر تأجيل النشر لمزيد من البحث والاستقصاء الذي يساعد على فهم أفضل للموضوع ما الهدف الذي سيتحقق من وراء نشر الموضوع أو من وراء نشر تفاصيل معينة عن شخصية أو قضية أيضا عندي تضارب المصالح التي تنشأ عندما تتعارض المصالح الشخصية والمالية لشخص ما مع مهام وظيفته هذا النوع من التضارب قد يتعرض له من يعمل في المجال الصحفي وقد يكون له صلاة بأحواله المالية أو بمعتقداته الخاصة أو بقناعاته السياسية أو بالتزاماته وعلاقاته الشخصية وهذا كله بيظهر هو التأثير الضار لتعارض المصالح إذا ما أثر على قدرة الصحفي على العمل بحياد تام في بعض الحالات بيكون الخيار الأمثل أنك أنت تتجنب تغذية مواضيع وقضايا تفادي طبعا لتضارب المصالح طالما أنه الصحفي مش قادر أنه يلتزم بالحياد التام بيدخلش في الموضوع كحالة الانتخابات مثلا في حالات أخرى قد يشكل الأمر معضلة كبرى كأن يطلب من صحفي كتابة موضوع عن سياسي بارز بزاوية معينة وسيكون مستقبله المهني في خطر في حال لم ينفق طلب رئيسه وينصح في هذه الحالة باستشارة من هم أكثر خبرة في المجال الصحفي النقطة اللي بعدها تعامل الصحفي مع مصادره تعامل الصحفي مع مصادره كيف يتعامل الصحفي مع مصادره تكمن أساسيات العلاقة بين الصحفي ومصادره أنه على الصحفي دائما يشعر دوما مصدره أن العلاقة بينهما قائمة على المهنية والاحترام أنه الصحفي هنا ما بده ينقل أي مصدر مجهول ولوش مسمى إلا لما يكون تعذر ذلك وأصر المصدر على ذلك فإنه المصدر قال بديش أكشف هويتي والنصحفي رأى أنه المعلومة هذه مهمة جدا وحصل عليها من هذا المصدر السري ولا يمكن الاستغناء عنها لإكتمال موضوع إلا أنه عليه في هذه الحالة محاولة التعريف قدر الإمكان بالمصدر المجهول كان يقول مثلا مسؤول في وزارة كذا أفضل من مصدر مسؤول يجب عدم الكشف عن هوية المصدر المجهل إلا لمن هم بحاجة فعلا داخل المؤسسة الإعلامية لمعرفة ذلك والصحفي دائما بده يطمئن مصدره أنه سيتصدى لأي محاولة لمعرفة هويته طالما نتفق معاه على إبقاؤه أنه مجهول الصحفي دائما عليه أنه يرفض أي محاولة للتأثير عليه من المصدر وتوجيه موضوعه وجهة معينة كتلقي أموال أو هدايا أو عرض أو صفر معروف اللي هو رشاوي بأنه المصدر مثلا بده إياه يعطيه فلوس عساسي أنه ينشر له معلومة ويظهر لهش اسمه بدنا نتبين أنه ما خدش أي رشوة الأمور الشائعة أنه المصدر أحيانا بيطلب عرض الموضوع عليه قبل النشر وهذه قضية شائكة عموما لا يجب الإدعان دوما لهذا الطلب الذي قد يكون له أحيانا ما يبرره له رغبة المصادر في مراجعة مصطلحات ذات جوانب فنية متخصصة والاستوثاق منها يعني لازم أنه نتأكد منها غير أنه على أقل تقدير لازم أنه يعرف المصدر اللي بيطلب مراجعة الموضوع أنه من حقه التحفظ على اقتباسات معينة إلى انثبت عدم صحتها وذلك بالرجوع لشريط التسجيل مثلا ولكن ليس من حقه على الإطلاق طلب تغيير زاويات تتناول الموضوع والقاعدة العريضة وتقول دائما الأفضل عدم نشر الموضوع عن أن تقدم تنازلات ويجب تجنب الوسائل غير المشروع للحصول على هذه المعلومات حتى لو كانت عدتها باتفاق مع المصدر أيضا الصحافة الاستقصائية في موضوع اللي هو تجهيل المصادر نفس الموضوع اللي هو بدك أنت استخدام لما تستخدم الصحف وسائل الإعلام لمصادر الأخبار والمعلومات غير المعلومة المجهولة عدد من الإشكالات المهنية والأخلاقية ترتبط جميعها بالتناقض اللي بيقع بين ما تنص عليه السياسة التحريرية وموثيق الشرف الصحفية ذات الطابع العالم طبعا هذه الموثيق من ضرورة إسناد المعلومات لمصادرها وعدم حجب هذه المصادر عن القارئ لأن القارئ بدي يشوف المصدر وبين ما استقرت عليه الموارسة المهنية الصحفية أنه ما تذكرش مصادر بعض المعلومات والاكتفاء بإشارات مبهمة مثل مصدر مطلع ومصدر مسؤول ومصدر رفض ذكر اسمه جميع هذه المصطلحات تشير إلى مصادر المعلومات التي تعمد الصحيفة إلى عدم كشفها في المادة الصحفية المنشورة لعل ما يزيد ظاهر التجهيل مصادر المعلومات تعقيدا أن السياسات التحريرية لغلبية الصحف في العالم كذلك المواثيق الشرف الصحفية والإعلامية حتى كتب تعليم الصحفة لا تنص صراحة على تجريم أنك أنت تسند المعلومات لمصادر مجهلة ما فيش فيها صراحة أنك أنت بتخليك مجرم إذا أنت أسندت المعلومة لمصادر مجهلة يعني المشكلة أنت بتقدرش مش مطلوبش باري أنه للمواثيق الشرف تشبركاش أنك تكتب لكن بتكتفي المواثيق أنه تشير لكنه يعني أنت على ضرورة وجود مبررات منطقية وتكون المبررات قوية أنك أنت جعلتك أنك أنت تجهل المصدر المعلومة دون أن تحدد المبررات يعني متجرم أنك أنت تكتب المصدر لكن هي بتحتتم عليك أنه أنت من ضرورة وجود هذه المبررات هذه المختلفة يعني بموضوع اللي هو اللي هي تجهيل المصدر لكن في عندي قواعد يجب أن يتبعها الصعفيين لما يستخدم المصادر اللي بترفض ذكر أسمائها في التحقيق منها تأكيد أهمية المعلومات التي تحصل عليها من المصدر وتخبر المصدر إنها المعلومات أكثر أهمية إن تم نسبتها إليه أيضاً اتنين إذا استمر المصدر في رفض عدم نسبة المعلومات إليه فإن الصعفي يجب أن يستمر في الاهتمام فيها بما يقولها والمعلومات حتى وإن لم يكن سوف يستخدمها في التحقيق على أساس أنها قد تقوده لمعلومات مثلاً أكثر أهمية النقطة الثالثة أنه يجب أن يسأل المحرر المصدر الرافض الإشارة إلى اسمه عن أشخاص آخرين بيعرفهم ويكون عندهم الاستعداد أن يقدموا معلومات ويفصحوا عن أسمائهم في التحقيق أيضاً عدم الكشف عن هوية المصدر المجهل إلا لمن هم بحاجة فعلاً داخل المؤسسة العلمية يعرفوه والنصحفي بدي طمئن جلنا المصدر أنه سيتصدى لأي محاولة أنه حد يعرف مهوية هو ويتكفل في هذا الأمر لأنه عاد ما يشكل العاملون في مؤسسة معينة مصادر للتحقيقات الصحفية وهذا بيكون من خلال تسريب معلومة معينة للصحفي حول شبهة فساد أو سوء إدارة أو مخالفة قانونية أو ممارسة إجرامية طبعاً تتعدد المصادر السرية تعد جزءاً أساسياً في التحقيقات الصحفية لكن أنت يجب عليك أن تعتمد عليها كمصدر وحيد للمعلومة فقد تكون مضخمة ومبالغ فيها ومبعثها الغضب من إدارة المؤسسة أو رغبة المصدر بالانتقام منها بالانتقام منها إذن عندي الصحفة الاستقصائية وقبول الرشاوي يعني من الآخر ما بديش الصحفية قبل الرشاوي تمام؟ من الآخر عشان ما يلحقش الضرر بالمواطنين مفهومة الصحفة الاستقصائية والسلطة موضوع السلطة هذا موضوع حساس لأن العلاقة بين الصحفة والسلطة في أبعاد متباينة بينهم بالغ الحساسية لأن هناك اتهامات مطاطة كتعكير صفو الأمن العام من شأنه حرمان الصحفي من عمله وربما محاكمته وحبسه في المقابل إن ممالأة السلطة وتملق المسؤولين يفقد الصحفي مصداقياته لدى الجمهور يعني صار عندك أنه أنت لابدك تعند السلطة بالمرأة لأنه حتحبسك وحتضرك وأنه كنت كمان إذا ملأت السلطة وقعدت تملق ليلة ما فقد مصداقيتك لدى الجمهور بأنه علاقتك في السلطة تكون من نيحة يعني التزامه بالقواعد مهم جدا المعايشة وموضوع التخفي في الصحفة الاستقصائية موضوع مهم جدا أنه أنت بحاجة أنك أنت تتعايش ومميز التحقيقات الصحفية كشف عن معلومات لا يراد لها أن تكشف لأنه خلال إعدادك تحقيقا صحفيا تحاول الحصول على وثائق سرية قد تكون بحاجة إلى إقناع شخص في مؤسسة ما أن يكون عينيك وأذنك وأن يطلعك على بعض القضايا مما سيجعله عرض للخطر لقيامه بالكشف عن مخالفات في المؤسسة قد تضطر إلى التصوير أو التسجيل السري أو أن تتخفى لتتبع أحد الأشخاص ومراقبة تحركاته ومهما كان الأسلوب الذي تستخدمه سيكون عليك وعلى مؤسساتك التأكد من أن ما تقوم به أخلاقي وقانوني ولضمان ذلك عليك أن تكون على معرفة بقوانين الحصول على المعلومات وحرية نشرها وقوانين سرية المعلومات والتشهير والدخول إلى الأملاك الخاصة والأماكن المحظورة التي قد تكون هامة لإنجاز التحقيق الصحفي وحاول أن تجد دائما في القانون ما يمكن أن يساعدك أن تستغله لصالح عملك وما قد يشكل مخالفة كي تتجنبه ففي البلدان التي تسمح تشريعاتها بحرية الوصول للمعلومات يمكن للصحفيين الاستناد إلى هذه التشريعات لإجبار المؤسسات العامة على الإفراج عن وثائق هامة والحصول طبعا على المعلومات باستخدام الخداع لا يكون مقبولا في جميع الأوقات فإذا كان الحصول على المعلومات بيتطلب إخفاء هويتك الصحفية إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك عليك أن تحصل على موافقة ودعم رئيس التحرير لأنه يشترط أن يكون التخفي استثناء وليس قاعدة يعني مش أنه في بالك أنك أنت بدك تكون الرجل الخفي هو استثناء أنك تتطلب منك هذا الأمر بدك تتذكر أنه بعد الحصول على المعلومات عليك في النهاية أنك أنت تكشف عن هويتك وتعطي الأشخاص حق التعليق والرد على ما وصلت إليه من اتهامات تخصهم وعندما تقوم بالتحقيق عليك أن تبني ذلك على معلومات غير مشكوك فيها ويكون ذلك بتدوين الملاحظات والتسجيلات الدقيقة في بعض الأحيان يلجأ صحفي التحقيقات لأسلوب التخفي وجمع المعلومات من مواقع الأحداث من خلال معايشة الواقع دون أن يفصحوا عن هويتهم الصحفية وما يطلق عليه اللي هو Going Undercover ويقوم هذا الأسلوب على أساس انخراط الصحفي في العمل في المؤسسة دون أن يعرف أحد أنه صحفي جاء حتى يجمع معلومات حول وقائع وأحداث تقع داخل المؤسسة لكتاب التحقيقات الصحفية عنها ورغم أن اتباع هذا الأسلوب قد ينتج عنه تحقيقات صحفية غاية في القوة تكشف عن جوانب الفساد لم يكن من الممكن تشفها بالطرق التقليدية إلى أنه يثير انتقاد المدافعين عن أخلاقيات العمل الصحفي باعتبار أنه هنا الموضوع في تخفي المحرر أنه يحصل على المعلومات هو نوع من الغش ويفقد الصحافة مزدقيتها وينظر البعض هنا في هذا الموضوع لجمع معلومات عن طريق التخفي أنه هذا بيعتبره فرصة أخيرة للصحفي حتى يتمم التحقيق في حال تعذر جمع المعلومات ورفض المصدر التعاون معه حتى يكشف التخالفات والمخالفات والتجاوزات لأن الصحيفة التي تخفت كطالبة في مدرسة سنوية لم يكن ممكن لها أنها أعلنت عن هويتها كصحفية أن تشتري بنفسها المخدرات من مطعم المدرسة يؤيد هذا الفريق استخدام هذا الأسلوب في التخفيقات الصحفية بعد أن تسد أمام الصحفي كل الطرق لجمع المعلومات انطلاقا من الحكمة التي تقول أن الغاية تبرر الوسيلة في حال اللجوء لاستخدام أسلوب التخفي فإن على صحفية التحقيقات أن يتذكر دائما أنه واجبه الأول أن يؤدي عمله المكلف بأثناء التخفي بأمانة دون أن يعرض حياة الآخرين إلى الخطر طبعا في مثال يذكر أن لجنة جائزة بولتيزر رفضت منح جائزة التحقيق الصحفي لصحيفة The Sun Times بعد أن كانت المرشحة الأول للجائزة بعد أن ثبت أنها تعاونت ولمدة أربعة أشهر مع إحدى الإدارات الحكومية المعنية بكشف الفساد وتخفي صحفيها للعمل في مشروع تجاري أقامته الصحيفة خصيصا لهذه المهمة وكشفت في التحقيقات التي نشرتها عن تجاوزات بعض المفتشين الحكوميين مثل تقادير شاوي لغرض الطرف عن مخالفات صحية وبيئية وأمنية يعني شوفوا أنه برضو لما هذه الصحيفة كانت مرشحة لحصول الجائزة بما أنه التحقيق الصحفي اللي عملوه أدى إلى ضجة في الرأي العام وكثير الناس اهتموا له تقرير ناجح لكن ما أخذوا الجائزة لأنه صار عندنا اللي هو تخفي للصحفيين لهذا العمل تخفي شوفوا إيش سوى ضيع اللي هو النجاح اللي حصل عليه اللي هو التحقيق الاستقصائي وأيضا كشفت التحقيقات اللي نشرتها لأنه في تجاوزات هنا أنه مفتشين حكوميين تقادر واتب حتى اللي هو يغض الطرف عن المخالفات الصحية والبيئية والأمنية اللي حصلت إلى هنا تنتهي محاضرة اليوم على أمل أن نراكم إن شاء الله في المحاضرة التالية التي سنتحدث فيها عن الصحافة الاستقصائية والنظام السياسي بشكل موسع إن شاء الله وهنا تنتهي محاضرتنا والسلام عليكم ورحمة الله